أسألك جيمي على السودان بقى تحديداً من وجهة نظرك شافز إزاي السودان وهل هي كمنتخب تحسن أدائه عما قبله ولا لا؟ خاصة أنت بتتكلم أنه هو برضو بيتنازع مع السنغال لحد دلوقتي في الصدر خليه أقول لك أبراهيم ما تجي تتكلم على المجموعة دي تحديداً لازم ما تفصلاش عن الشكل العام اللي أنتوا كنتوا بتتكلموا عليه في البداية رقم واحد أنت بتتكلم على فترات متابعة جداً فده لازم تربطه بالحالة بتاع كل الفرق أنها تضاير من وقت للتاني حالة الفرق قبل أمم أفريقيا شيء وما بعد أمم أفريقيا يبقى شيء آخر والاستعدادات والحضور والغيابات اللي موجودة رقم 2 لـ 72 ساعة الفترة الزمنية اللي موجودة ما بين المباراة والتانية 3 أيام أنت بتتكلم على أنه كل الفرق كل الفرق الكبيرة اللي عندها سكواد يسمح غيرت من 5 ل 6 لاعبين ما بين المباراة الأولى والتانية أين كانت الأسماء وأين كان المنافس ليه؟ علشان أنت بتتكلم عليه بتتكلم على الفرق الزمني فرق المسافات بتتكلم على الحضور بتاع بعض اللاعبين حتى في أوروبا لسه الموسم مشدش لسه ما وصلناش لبوكسينج دايس كتير في البريمير ليج لسه ما وصلناش لماتشاط في الشامبينز ليج مع ماتشاط في الدوريات المحلية الأوروبية فانت بتتكلم على حتى ده لسه ما وصلش لعبة للرتم ده فانت بتتكلم على انه انت لسه ما وصلتش لده فانت حتى لعبة اللي بتلعب في أوروبا اللي هو فيه فرقة كتير هنتكلم تفصلياً على فريق فريق من النجوم اللي عنده وبيعملوا ايه مش قادرين يعملوا ده فبقى كل فرقة بتحاول ان هي تغير نروح للسودان السودان عندهم بروجيكت رغم الظروف صعبة جدا جدا اللي بتعالمينها للسودان كدولة والحالة اللي هم عليها لكن كان في مجموعة من الخطوات الجيدة اللي عملوها رقم واحد ان معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني جي اعلن في ظل الازمة انه المزدوجة واللاعبة اللي نشأت او تولدت بر اي فالمنتخب السوداني بدأ يعمل دي على سكيل اقل طبعا لان عدد اللاعبين اللي موجودين او بينشاطه في اوروبا اقل طبعا فبترى يجيب بعض اللاعبين على سبيل المثال وليس الحصر بدأوا الباكورة بتاعتهم بالثناء عيسى اخوين الاتنين بلعبوا فيه دور انجليزي فيه الدرجة التانية واحد بلعب فيه ام كي دونز وتاني بلعب في جريمسي فيه الدرجة التانية اه بلعبوا في الدرجة التانية اه مش فيه الطوب لايفل في اوروبا لكن باتكلم على مستوى تدريب ونشأة مختلف تماما عن اللاعب السودانيين سواء ابو بكر او محمد عيسى كلها فيه مرحة مستجوان اه الاتنين بدأوا دخلوا مع الفريق الفترة الحالية بيعتمدوا كمان على سيف تيري لعب ممتاز بلعب فيه عندنا في الدور المصري في فرقة فاركو ابتدوا فيه اتنين لعبا خلاص كانوا موجودين في القاهرة اول امس عشان يكملوا معهم التصفيات سنائي بيلعبوا في استراليا محمد ادم وعبد الرحمن كوكو سنائي لسه داخلين عندهم هاني كمان موجود معهم ده اهم العيب بقى بيحاولوا ويرجعوه العيب مزدوجة جنسية سوداني الماني من اب سوداني وام المانية من هدف الدوري الام الاس في وجود نجوم كريستان بينتكي وغيره وام مركز الخامس ودوري الام الاس ارابي يخلص في امريكا فمن الهدفين ده اهم العيب بيحاولوا يجعوه العيب ممتاز جدا جدا فالثورة اللي هم بيعملوا بتعاودة الطيور المهاجرة بيحاول الاتحاد السوداني ان وثق الخبرات المجموعة اللي موجودة في ظل التراجع الشديد عند المنتخب السوداني في السنوات الاخيرة فبيحاولوا ده كان مرضوده ونعكيثه حالة من الثقة انت بتكلم على منتخب الكونغو لا منتخب الكونغو ارقام ولعبين واسماء وثقل ومدير فني اتقل بكتير نظريا من المنتخب السوداني لكن بيقدر المنتخب السوداني انه يتغلب عليه بهدف وبالمناسبة المنتخب التجولي ليس بالمنتخب الهاش ابدا ولا بعيدة عنه عشان الناس بتكلم انه تعادل المنتخب السوداني مع المنتخب التجولي في اولى الجولات انعكس على الجولة التانية لما قلنا انه المنتخب السوداني المنتخب التجولي مش المنتخب ضعيف الجولة التانية اتعدل مع السنغال بمنتخب البسطة وكليه فرص كتير فالموضوع طويل وصعب ويبقى للسنغال يليه الحظوص بسبب الزخم القائمة عندهم وحجم اللاعبين وعدد اللاعبين لكن السودان إنها موجودة في الوضع ده بالتساعد مع السنغال بعد جولتين يحسب لهم وتحية كبيرة للمنتخب السوداني نتمنى إنه يكمل جملة اعتراضية على المنتخب السنغالي تسع سنين لأليو سيسي من 2015 مع المنتخب السنغالي بدأ في التصاعد من بعد غيابهم 11 سنة عن الدخول في الأدوار المتقدمة في أمم أفريقيا وتأهل لناكس العالم تأهل لناكس العالم دور تمانية في بطولة أفريقيا ثم البطولة اللي بعديها في القاهرة 2019 ثم حصول على البطولة اللي بعديها وتأهل لكأس العالم لكن نشاف إن المشطور بلتوه هيبتري ينزل ليه؟ لأسماء الكبيرة اللي كابتها المتقدمة هيبتري ينزل ما ينزل ياريت ينزل ما نكدت علينا السنين ما نكدت علينا في مطسين واربع عدد ما نبعد عندي ما إحنا 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 التميمة دايما السنغال كوتيبور أي حد بعيد بقاله فترة وعايز يرجع هما عشان بعيدة عننا هيبتري ينزلوا لأن اللعيب الكبار الكبار الموجودين اللي كانوا بعملوا دايما فيه لعبة جيدة جدا في المنتخب السنغالي لكن اللعيب الكبار الموجودين في المنتخب السنغالي ابتأله للمردود يقال باتكلم على سادي ومانة أو باتكلم حتى على معظم العناصر اللي موجودة العصر الكبيرة سواء مندي في حراسة المرمى أو غيره انتقالات من أوروبا لخارج أوروبا سواء للدور السعودي أو غيره اللي لك كتير من المردود الفني بتاع الاجبا